القتلة فوق القانون بل هم من ينسجون ثوب القانون على مقاسهم وبما يوافق مزاجهم هذا الحال يعرفه العراق منذ عشرين عاما ويعاني المواطنون من وطأته لذلك في كل تقرير سنوي للمنظمات الدولية تذكر بالإفلات من العقاب مقرونا بالعراق آخر تلك التقارير كان لمنظمة هيومين رايت سووتش التي أكدت أن الحكومة في العراق لم تفي بوعودها بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات ضد المتظاهرين والنشضاء والصحفيين وتضمنت الانتهاكات الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري والقتل المتعمد الذي ترك مجازر عدة في ساحات ثورة تشرين من أبرزها مجزرة جسر الزيتون الشهيرة وإلى الآن تحترق قلوب ذوي الشهداء وهم يشاهدون القتلة أحرارا طلقاء ليس في بيوتهم فقط بل في مناصبهم ويشاركون في اللعبة السياسية الجرائم لا تقتصر على قتل المتظاهرين أبشع منها تلك التي ارتكبت بدوافع طائفية على امتداد عدة سنوات وازدادت في عقاب المعارك مع تنظيم داعش حيث في كل فترة تكتشف مقبرة جماعية لا تحقيق ولا مساءلة من أيام حكومة نور المالك حتى الحكومة الحالية وكل ذلك أمام أعين المجتمع الدولي المصر على تجاهل ما يحصل في العراق الجريمة في العراق أصبحت حدثا يوميا منظما متعددا لاتجاهات حيث يحس مرتكب الجرائم بالأمان من المحاسبة وخصوصا إذا كانوا من النافذين سياسيا وعسكريا أو لهم داعم من الميليشيات والأحزاب خبراء في القانون الدولي وناشطون حاولوا البحث عن طرق تنهي سياسة الإفلات من العقاب لكن طبيعة النظام السياسي ودور الميليشيات فيه أوصلهم إلى قناعة مفادها أن الجريمة لن تتوقف في العراق طالما بقيت العملية السياسية تحكم البلاد